طيب في إطار المصطلح اللي حضرتك قلت دلوقتي وهو مسألة الدائرة الاستراتيجية المصرية وأنا بشوف أنه العلاقات بتاعة مصر مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي أصبحت علاقات آه في عندي لقاء عندي أسدي أسف علاقة قوية بالاتحاد بس كمان عندي علاقات متينة بشكل ثنائي مصر ألمانيا مصر فرنسا مصر اليونان مصر الأبرس إلاخ 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 هل أقدر أقول أنه جزء من ترتيبة الأوراق بتاعة ملف شرق المتوسط وخلق هذا الممتدة أنه ده استعدادا لما قد يحدث أو لا يحدث يعني أنا أول مبارح كنت قاعدة عمال أقرأ بحث أو تصور أو تنظير على مسألة مستقبل الاتحاد الأوروبي انهياراته عشر سنين لعشرين سنة نتيجة كثير من العوامل مش إحنا الطرف فيها لكن قد يحدث فهل هنا مصر عندها نظرة استباقية لما قد يحدث فرتبت أوراق منتدى شرق المتوسط أكيد لأنك كده بالكلمة حتى اللي بتتقال في الإعلام أن مصر تقلق مركز للطاقة يعني ممكن الناس بتقلق فاكرة أنك هتبعت كهرباء هنا أو هنا لا الطاقة زي ما قلنا هي هتبقى المحرك الرئيسي لسياسات الدول في الفترة القادمة هديك شايف مثلا حدرتك النزاع ما بين ألمانيا وأمريكا عشان خط اللي هتعمل من روسيا إلى ألمانيا إن إزاي ألمانيا كدولة غربية هتبقى يعني تحت رحمة روسيا في موضوعات الطاقة فأنت هتخش كشريك فاعل في خضم الغابة دي من التشابكات الخاصة بالطاقة كقوة مؤثرة لأن إنت أولا عندك كمان يمكن إحنا الدولة الوحيدة في البحر الأبيض اللي عندها الإسالة للغاز يعني ما فيش موجودة في أماكن أخرى في الجوار بتاعنا فالكهرباء أنت عندك بقى تفاقد في الكهرباء وبتودي في ليبيا بتودي السودان السعودية هيكون في ربط كهرباء يعني أنت حركة عندما تشوف تشكيلة الوفد اللي كان موجود في اللقاء مع رئيس كبرص تعرف إيه الملفات اللي تم بحثها يعني وزير الكهرباء طبعا وزير الدفاع ووزير الخارجية وزير الكهرباء ووزير الثقافة ووزير الزراع ووزير البترول لا خايف أكون نسيت حد بس يعني المهم أن دي الملفات اللي هتبقى مطروحة في الفترة الجاية لأنه كبرص ممكن تكون قوي بوابة جيدة لك من ناحية وصول الطاقة وده هيحصل بالخط البحري للغاز وهيحصل بالربط الكهربائي أيضا أنت كده دوقتي بقيت على مشارف أوروبا لأن هي دي الدولة اللي تعتبر بوابة يعني حقيقية للاتحاد الأوروبي أو دولة للاتحاد الأوروبي فأنت كده دخلت كشريك فعل في الصراع أنت مش داخل فيه كمنافس ولكن داخل فيه كقوة سابتة ومش هتنفس حد لكن إحنا هنعرض ما نملكه بشكل اقتصادي وفي من فعلنا ومن فعله